اينما كنتم حياكم الله مشاهديني كرام وحلقة جديدة من برنامج بلات السبورت مشاهديني كرام حلقة اليوم سنواقش فيها تشكيلة المنتخب الأولمبي ذهابا إلى القرعة التي جرت لتصفيات الحاسم والثالثة لنهائيات كأس العالم والتي وقع فيها المنتخب العراقي في المجموعة الثانية ولكن بداية مع أبرز عنوين هذه الحلقة اذن المنتخب الوطني العراقي في المجموعة الثانية في التصفيات الثالثة والحاسمة لمونديال الفين وستة وعشرين إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية الأردن عمان وفلسطين والكويت ذهابا إلى تصريح سيد كاساس المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد القرعة والذي قال بأننا سوف نسعى لأن نحقق حلم العراقيين بالتواجد في المونديال المقبل وأخيرا السيد راضي شنيشل يعلن القائمة النهائية المستدعات للمشاركة في أولمبيات باريس الصيف هذا والشهر المقبل إذن مشاهدين كرام كانت هذه أبرز عنوين حلقة اليوم دعوني أرحب بضيوفي في الحلقة البداية من الستوديو ونجم الكرة العراقية السابق الكابتن كريم صدام مساء الخير كابتن مساء النور أحنا وسهلا 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 محمد ومن البصرة ينضم إلينا الزميل الصحفي والإعلامي الرياضي الكابتن ستار المنصوري مساء الخير أستاذ ستار إذا كنت تسمعني مساء الخير عليك أستاذ محمد ومساء الخير على الكابتن كريم صدام سعادة جدا أن نلتقي هذا المساء أهلا وسهلا بك ستار إذا مشاهدين كرام بداية دعونا نمر على المجموعة التي وقع ضمنها المنتخب العراقي في التصفيات الثالثة والحاسمة للمونديال المقبل عام 2026 العراق وقع فيها المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا والمنتخب الأردني ومنتخب عمان إضافة إلى المنتخب الفلسطيني والمنتخب الكويتي هذه هي المنتخبات التي سوف يلاقيها المنتخب العراقي تحقيق الحلم الذي انتظره العراقيين طويلا منذ عام 86 في القرن الماضي إلى هذه اللحظة ولم نرى المنتخب الوطني في المونديال إذن هذه المجموعة هي المجموعة الثانية كما تشاهدون المنتخب الكوري الجنوبي والذي يعتبر صاحب التصنيف الآسيوي الأول المنتخب العراقي الذي كان في التصنيف الآسيوي الثاني المنتخب الأردني في التصنيف الآسيوي الثالث ذهاب إلى عمان وفلسطين والكويت إذن هذه هي المجموعة أسود الرافدين في التصفيات الحاسمة للمونديال المقبل بداية مع الكابتن كريم كابتن الكل تحدث عن هذه المجموعة وقال بأنها مجموعة متوازنة المجموعة العربية لتواجد خمس منتخبات عربية في هذه المجموعة ولكن هنا أريد أن نتحدث عن العراق قد تكون هذه المجموعة الأفضل من خلال التصفيات في المونديال السابق أضافة إلى كل المشاركات في التصفيات الحاسمة للمشاركة في كأس العالم بدأت أحيالك سيدنا محمد ومشاهدك الكرام والإستاذ ستار فعلا من خلال قراءتنا لأسماء الفرق ضمن مجموعتنا أنا أعتبرها معتدرة وجيدة فرصنا تكون طيبة إن شاء الله بس شوف كرة القدم ما بيها ضمان يعني كرة القدم دائما تكون هي أم المفاجآة أم اللي تنطيك يعني أحيانا غير المتوقع في هذا الموضوع بس من حسنات السحبة إنه العراق راح تكون أول مباراة في العراق نعم نضاف هنا شيء كبير جدا وهو ملعب البصرة بحيث هو يعني يكون في الدقطة إيجابية للفريق العراقي من خلال تواجد الجمهور من خلال تواجد الروح المعنوية العالم ومؤذرة الجمهور العراقي صال إلى دور نعم هذا استمد من خلال بطوط الخليج كذلك مباراة الأخرى بالتصفيات فهذا عام المهم يعني بحيث موضوع الأرض والجمهور عام المؤثر ويصف في مصطحة العراق المباراة الأولى مع الفريق العماني في البصرة توقع ضمن النجاحات الفريق إن شاء الله نعم وبالتالي قد تكون هذه الفرصة مؤاتية بشكل كبير لأن يتواجد المنتخب الوطني العراقي في نهائيات كأس العالم إذا ما عرفنا أن هناك ثمان بطاقات ونصف لآسيا في هذا المونديال هو خلال من رؤيتك للمجموعة تشوف حظوظك طيبة بالإضافة فريق الكوري يعني من ثم قلت ممكن نصدر المجموعة نحن كل التصفيات السابقة اللي ربما كنا نخوفها خارج أرضنا يعني باستثناء برات كأس العالم باستواثمانين اللي شاركنا بيها رغم مشاركتنا خارج أرضنا بس قدرنا الحمد لله نحقق المطلوب وترشحنا إلى كأس العالم نعم تصفيات الأخرى بعد الأجيال اللي جدت بعدنا كانت تتعاني من هذا الموضوع وكانت دور سلبي بهذا الموضوع الآن جدتنا حظوظ جدا رائع بهذا الموضوع أنه جمهورك وأرضك وناسك ولاعبيك يعني شوف صارت عندنا فكرة أنهم اللاعبين المغتربين ولدنا اللي خارجي البلد نظاف للممتخب الوطنيين صار إضافة لاعبين جيدين إضافة للاعبين المحلين هذه اللحمة الطيبة بين اللاعبين أكيد رح تنعكس إيجابا على منتخبنا الوطني ومثل ما قد حضرتك لربما ما حظوظنا تكون وفيرة في هذه المجموعة لأنهم ثمان فرق ونصف كرسي للفريق العراقي أكيد لوحنا من الطيب نصيب يعني إن شاء الله إذن دعني أذهب إلى الكابتن ستار ستار إذا ما تحدثنا عن المجموعة التي وقع ضمنها المنتخب العراقي وهي المجموعة الثانية منتخبات قد تكون في المتناول ولكن الكل يبحث عن الوصول إلى كأس العالم وهذا حلم كل المنتخبات وبالتالي هذه المنتخبات سوف تكون صعبة المراس من خلال المباريات التي سوف تواجه فيها المنتخب العراقي بنظرة الوصول إلى نهائيات كأس العالم وبالتالي لا توجد مباراة سهلة في هذه المجموعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى أرحب بك وضيفك الكريم كابتن كريم وبمشاهدي قلاتكم الكريمة أكيد هناك ربما تفاعل كبير للجمهور العراقي للشارع الرياضي في جميع محافظاتنا العزيزة بالقرعة التي أوقعت منتخبنا الوطني بالمجموعة الثانية إلى جانب فرق عربية ربما تعتبر هي بطولة غرب آسيا بالإضافة إلى المنتخب الكوري الجنوبي أكيد مثل ما تفضلت أنه الكل ينشد الفوز لا نستهين بأي فريق إذا ما أردنا أنه نصل إلى كأس العالم وهي فرصة ربما هي فرصة ذهبية وفرصة مؤاتية لمنتخبنا في هذا التشكيل في هذا الدعم دعم حكومي دعم جماهيري ملاعب على مستوى اللعب على يعني بأرض العراقية وبين يعني أي مباراة تعتبر مباراة نهائية بالنسبة لجميع الفرق وبالتالي ستستقتل هذه الفرق من أجل أنه الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكن أعتقد أنه حضوظ المنتخب العراقي بهذا التشكيل بهذه الأجواء ربما يعطينا أريحية بأن المنتخب العراقي سيكون هو صاحب الحظ الأوفر بالوصول إلى يعني النهائيات إن شاء الله بعد غياب ما يقارب أربعين عام جيل ربما هذا الجيل الآن جيل بلاعبين على مستوى عالي يعني مع احترامنا الأجال السابقة لكن الأجال السابقة كانت تعاني من الكثير يعني كانت تعاني من السفر كانت تعاني من الأمور اللوجستية كانت تعاني من غياب عدم موجود يعني جماهير بالرغم من الجماهير العراقية كانت تذهب يعني لتشجيع المنتخبات لكن ليس بأرضنا الاتحاد العراقي كذلك الآن يعمل بشكل جيد وسليم وبشكل يعني بتخطيط يعني لأجل أنه تقديم كل الدعم والتدليل جميع العقبات أمام الكادر التدريبي بغية الوصول إلى كأس العالم وهذه أمنية كبيرة يتنك جماهير أمنية نعم كافة ستار يعني الكل يعرف بأن البصرة هي مفتاح الوصول إلى نهائيات كأس العالم كما يقول بعض باعتبار أن جل مباريات المنتخب الوطني سوف تكون حاضرة في أرض البصرة وبالتالي كيف استقبل البصريون كيف استقبل الشارع الرياضي في البصرة هذه القرعة كيف يفكر في عملية دعم المنتخب الوطني من خلال الإعداد بشكل إيجابي للمباراة الأولى وباعتبار أن المباراة الأولى للمنتخب الوطني وافتتاح هذه المجموعة هي في البصرة بالتأكيد يعني الشارع البصري الآن الجمهور الرياضي والشعب البصري بشكل عام وحكومة البصرة المحلية كذلك سيد المحافظة سعدي العيداني الكل فرح أنه تقام يعني المباريات على أرض البصرة وهذا ليس بجديد على مدينة البصرة وعلى ملاعب مدينة البصرة الآن التي تمتلك أفضل ملاعب على مستوى المنطقة بالإضافة إلى ملاعب تدريب الجمهور دائما ما يكون أنه جمهور داعم وشفنا أنه الزحف الجمايري على ملاعبنا خلال بطولة خليجي وكذلك المباريات الأخرى الكل أنه متعاون ومتعاضد وكل يشيد يعني أنا ما حبيت أنه أذكر راضي يعني للأسف الإساءة ليست لملعب البصرة وإنما الإساءة للعراق بشكل عام سوف نتعدد على المعنيين نعم على المعنيين أنه يعني يضعون الحدود لمثل هكذا أمور سلبية تسيء إلى بلدنا وتسيء إلى السمعة نعم هي ربما محسوبة على هؤلاء الأشخاص وهي فردية لكن بالتالي عبر منصات يعني الموجودة السوشيال ميديا تصل إلى جميع أذهان العالم بالتالي أنه ربما هي إشارة سلبية نعمل من المعنيين أن يتخذون إجراءات للحد مثل هذه تصرفات خاصة وأننا الآن نحن في مرحلة مرحلة حرجة ومرحلة صعبة والكل يجب أن يكون داعم للمنتخب الوطني سواء بالكلمة سواء بالصورة سواء بالتعامل في كل شيء حتى في داقة الملعب يجب أن نكون أكثر يعني حضاريا بشكل نعكس صورة حضارية لبلدنا وحتى لا أنه يعني تكون هناك إساءة ربما تؤثر بشكل سلبي على منتخبنا الوطني نعم بالفعل وقد تكون هذه الناحية السلبية المؤثرة على مسيرة المنتخب حتى على صعيد الفني داخل أرضية الملعب عود إلى كابتن كريم كابتن إذا ما تحدثنا عن المنتخبات الموجودة في المجموعة الكل يرى بأن يعني على الورق البطاقة الأولى محجوزة للمنتخب الكوري والبطاقة الثانية هي منافسة ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الأردني عطفا على المستوى الذي قدم المنتخب الأردني في نهائيات كأس آسيا التي حل فيها وصيفا ولكن هناك منتخبات أخرى لها هدف الوصول إلى نهايات كأس العالم منها المنتخب العماني والمنتخب الفلسطيني وحتى المنتخب الكويت الكل ينظر إلى أن الوصول قد يكون سهل من خلال هذه المجموعة طموح مشروع لكل الفرق وكل الفرق تستفسها مؤهلة ممكن تترشع لكأس العالم ولأفرة العدد الذي يمكن ينتقل إلى مرحلة أخرى يعني مرحلة كأس العالم تشخيصك منطقي أنه من خلال قراءتنا للأسماء الفريق الكوري مرشح بس كرة القدم تعرف ما بيها حتى الفريق الكوري حتى جماهير كورية بعد أن أعلنت القرعة وعلنت المجموعة ذهب إلى أن يقول عدم الذهاب إلى اللعب في العراق سوف يمنح المنتخب العراقي ثلاث نقاط باعتبار أن المنتخب الكوري خاسر وبالتالي هناك خوف كبير لدى الجانب الكوري من اللعب في العراق هذا علام فريق كوري فريق جيد يملك أدوات جيدة يملك لعبين عالميين حتى يكون منطقيين بالطرح بالموضوع نعم ولكن لا يملك مدرب حتى هذه اللحظة لربما يجب لمدرب أسماء كبيرة تعرفهم اليابان هم دائما يبحثون عن أسماء مؤثرة ومهمة يعني كله زمن ما نجح معهم بهذه لذلك لعطهم تغيير بالمدرب إذا نأخذ فرق الكوري مثل ما قلت حضرتك مقاومات اللاعب العالمي أفراد رائعين لعبون بالدوريات الأوروبية العالمية فهذا أكيد ينعكس على ضوء المنتخب الوطني إذا نأخذ الدول العربية مثل الكويت في الكويت فترة تغيير بوجوه اللاعبين بكثير من الأمور التي مرتبت بها الكويت إلى ربما بعض الظروف التي أثرت على مستوى اللاعبين مجاول اللاعبين يواقبون أجال السابقة يعني حتى نتاجهم الأخيرة مع الدول التي كانت تنغافورة أو أفغانستان كانت نتاجهم غير ملبية للطموع الفريق العماني هم بدأ يمفرط تجديد يعني نوباتي أحيانا تستشف الفريق من خلال المستوى بالدوري أو خلال النتاج فالفريق العماني يعني كان في يمكن عطاء في بطولة الخيج الأخيرة في البصرة كان جيد جدا الآن تغيرت كثير من وجوه في الفريق أتوقع مو نفس البستة و نفس الحماس اللي كان يملكه بتلك البطولة الفريق الفلسطيني نعرف ظروف الشعب الفلسطيني الله يكون في عونه دائما يجيب اللاعبين من الشتات ما تكون عندهم معسكرات بمستوى بس هذا ما يمنع عند لاعبين رائعين يملك أدوات جيدة ممكن حماس شفنا بالتصفيات ترشح وقدر يكون ند لكثير من الفرق بحيث تقدم لاعبين جيدين نقول لك عندنا لاعبين من الشتات دائما يستقطبهم بدوريات أرجنتينية أو غيرها فيكون عامل مؤثر بهذا الموضوع بعد ذلك الفريق الأردن الفريق غني عن التعريف فريق الأردن يقدم مستوى رائع بس لربما النقلة عموته خروجه لربما تكون سلبية بهتلك الفترة الإعداد الإعداد النفسي والإعداد الإداري جدا مهم في تجهيز الفريق إلى تلك منافسة مهمة ومؤثرة بهذا الموضوع بس هذا ما يمنع الفريق الأردن يملك أدوات رائع جدا خصة من منطقة حتى المنتخب الكويتي في الأيام السابقة كانت هناك أخبار تشير إلى أن المنتخب الكويتي سوف يقدم سيد عدنان حمد مدربا للمنتخب الكويتي هناك أخبار تتحدث عن هكتر كوبر المدرب المنتخب السوري السابق سوف يكون عرائس القائمة الفنية للمنتخب الكويتي وبالتالي هذه الأسماء لها رؤية كبيرة حول المنتخبات الآسيوية ومنتخبات المنطقة بشكل خاص أتوقع ضمن الأخبار سمعناها كابتن عدنان الموضوع ما أعتقد يكمل مع الفريق الكويتي لو ربما كوبر أكثر مرشاحين نعم للفريق لأننا نشتغل بالمنطقة وآخر الفريق هو الفريق السوري هذا الأمور مؤثرة جدا يعني استقرار تدريبي استخدام لعبين جيدين ووضع لإدارة الفريق الإعلام يلعب دور جدا جدا مهم ومؤثر نعم يعني شوف الإعلام بتقدير الشخصي الإعلام بالكويت والإعلام بالأردن والإعلام بالعراق ما يكون دائما داعم للمنتخب الوطني بحيث يكون خلفك دائما شوف دائما أكو تشكيك دائما أكو رؤية غير رؤية المدرب يعني رجل الكاساس سوان تشكيلة رائع جدا سوان وفرة من اللاعبين لربما كثير من الأخوان الإعلاميين بالعراق غير مقتنعين بفكرة الرجل أنه يسأل وفرة من اللاعبين ممكن أن أحد ينصاب ممكن أن يستعين باللاعبين آخرين وبالتالي لديه رؤية عن مجموعة كبيرة من اللاعبين رؤية فنية هذه أنت بلا بأس أنت في بطولة مهمة تستغني مثل هو بالتصفيات تستغني عن 16 لاعب في الخليج نعم استقطع باللاعبين آخرين هاي مو سلبي أنا أعتبرها إيجابي أنه عنده وفرة من اللاعبين ممكن يستعين بأي لاعب بالدوري عنده أسماء استقطبها وأسماء دخلها ضمن الـ 50 اسماء و40 اسمسها دعاها بس عينة عليهم وراقبهم أنهم تحترية فالقصد دائما الأمور الإدارية تحثك أنه تدفع الفريق نحو الأمام وهذا مطلوب كعراق أحتي لك كعراقيين إحنا يجب أن نكون كنا خلف المنتخل هذا فرصة مثل ما قد حضرتك بالفعل وخصوصا الإعلام من ريد عدم التشكيك أعطاء الثقة للمدرب أعطاء الثقة للاتحاد يعمل بشكل جيد ومؤثر وغير من وجه الكرة العراقية والدليل الإعلام العربي دائما يرشح الفريق العراق للترشح فإذن ندعم هذا الرأي ونكون مع اللاعبين حتى نزيد من همتهم في سبيل الوصول إلى كأس العالم نعم طيب مشاهدي يا كرام دعونا نذهب ونمر على مباريات المنتخب الوطني العراقي في التصفيات الثالثة ضمن المجموعة الثانية لمونديال 2026 المباراة الأولى سوف تكون حاضرة في ملعب البصرة أمام المنتخب العماني هذه المباراة سوف تكون في شهر أيلول المباراة الثانية وهي مباراة ينتقل فيها المنتخب العراقي إلى الكويت في ذات الشهر ذهابا إلى شهر تشرين الأول المنتخب العراقي يلاقي المنتخب الفلسطيني في البصرة ويرحل إلى كوريا الجنوبية في المباراة الرابعة ضمن هذه المجموعة وآخر مباراة المجموعة في مرحلة الذهاب هي أمام المنتخب الأردني يوم الرابع عشر من تشرين الثاني عام 2024 على أن تعود يعود المنتخب الوطني لملاقات المنتخب العماني هناك في السلطنة يوم الخامس عشر من تشرين الثاني وتتوقف التصفيات حتى شهر آذار من عام 2025 يلتق العراق مع الكويت في العراق ويذهب لملاقات المنتخب الفلسطيني ويستقبل المنتخب الكوري يوم الخامس من آيار في عام 2025 هنا في البصرة وختام هذه التصفيات سوف تكون أمام المنتخب الأردني في الأردن إذا كنت إذا ما تحدثنا عن المباريات عن جدول المباريات وحتى عن توقيتات المباريات نرى بأن هذه هي فرصة قد تكون فرصة كبيرة للمنتخب العراق إذا ما تحدثنا عن المباراة الأولى في أرضك الذهاب إلى أحد الفرق التي من الممكن أن تكون في المتناول وهي منتخب الكويتي إذا ما عرفنا أن المنتخب الكويتي تأهل بصعوبة إلى هذه المرحلة والمنتخب الفلسطيني وتبقى لقاء المنتخب الكوري والمنتخب الأردني أقوى المباريات في ختام هذه الجولة إذا نأخذهم كنقاط حقيقة من البداية العراق مع عمان أتوقع أن نقاط ثلاثة مهمة جدا وممكن نكسبها كذلك الفرق الكويتي إذا على وضع سابق ومتشنة بالتصفيات يعني إذا نكون متشائمين نتعادل إذا كنا متشائمين ممكن نوعد في ثلاثة نقاط نعم مع الفريق الفلسطيني أتوقع أن نأخذ ثلاثة نقاط يعني الآن ستة سبع نقاط كل الجنوية سنكون متشائمين ما نحصل نعم مع الأردن أعتقد فريقنا جيد على أرض ما يمكن أن نصير فد عشر نقاط يعني في هذا الموضوع عمان مع العراق في عمان أتوقع أن أسوأ الأمور أنه نتعادل نعم وبالتالي كابتن يعني المباريات الثلاثة الأولى في هذه التصفيات هي من سوف تعطي المؤشر أن المنتخب العراقي سوف يذهب إلى كأس العالم من عدم أنت إذا تأخذ تسع نقاط بالثلاثة الأولى أنت ضامن إذا أسوأ الأمور سبع نقاط إذا كنت مع عمان الكويت تطيع تعادل فلسطين في أرضك تفوزي عن نقاطين ثلاثة بالأولى وثلاثة بالثانية وتعادل في أسوأ الأمور إذا ما تحفظت ثلاثة نقاط مع الفريق الكويتي يمكن سبع نقاط جدا جدا مهمة تؤديك إلى مشوار بعيد مدى بالنسبة إليك وقلت لك نحن نكون متفائلين يعني قلت لك إذا وصلنا لفريق عمان مع الفريق العراقي تعادل في أرض العمان الفريق الكويتي في أرض العراق أتوقع متفائلين نحن نعم لغاية الكويت قريبة وممكن جمهورها يحضر وممكن نعم فريقها بس الفريق العراقي في أرضه أمام جمهورها يكون جدا صعب يعني مع الفريق الفلسطيني اللي ربما يلعب في العراق أو في بلد محايد لأن تعرف فلسطين قلت لك وضحهم استثناء الله يكون في عونهم أكيد يعني ثلاثة نقاط ما أقول لك مضمونة بس متفائلين بها وبالتالي الصراع على البطاقة الأولى ليس بالبعيد عن المنتخب الوطني يعني صدارة المجموعة صح مع الأسماء المتواجدة مع المنتخبات المتواجدة بين الممكن أن نرى العراق أول هذه المجموعة إذا ما حسم ثلاث مباريات الأولى بالانتصار وتسع نقاط كاملة الفراق الأخرى عبالة أخرى هيا متحدد بصيرك سيد محمد بالفعل أحيانا أكو فرق تعيق الفرق تعيق الفريق الكوريدا ربما وإنت تفوز راح تنتقل المرثب الأول مثل ما قلت حضرتك بس تبقى هي مثلا الفريق الأردن مثل ما قلت حضرتك بالبداية الفريق الأردن الفرق المتطورة الفرق اللي طعتها طموح يعني شارع الأردن جدا جدا متفائل بفريقه بالفعل وهذا شيء مهم أنه دائما الفريق يكسب ثقة الجمهور تنعكس على مستوى الفني أنه يؤمن أنه جمهوره يؤمن به ويقدم لأكثر وهذا ما وصله مع عموته يعني يعني يجعل الثقة متبادلة بين المنتخب وبين الجمهور وهذا مهم جدا لربما يعني شوف الرجل راح يدخل على المبارات تجربية المدرب الجديد المغربي نعم تبقى الوقت الرسمي هي المعيار بهذا الموضوع وبتالي حتى الفرق الزمني منذ أعلان المجموعة حتى أولى المباريات يعني هناك قد يكون قرابة الشهرين في جعبة سيد كاساس في جعبة الاتحاد وبالتالي الإعداد لهذه المباراة لهذه الجولة من التصفيات قد يكون مناسبا للمنتخب الوطني بالضبط لكل الفرق بس يشوف يلعب على مستويات عالية الرجل يقدم برنامجه قدم برنامج الاتحاد يعتبر المنتخب العراقي الفريق الأكثر استقرانا على المستوى الفني في المجموعة بالضبط وكل البطولات يفوز بها يعني شوف الثقة بين الشارع الرياضة المحب وبين كاساس بنت على نتاج بنت على شيء من الثقة المتبادلة ليس بسهولة تبني ثقتك مع جمهورك ويدعمك بثقة أنه لاعبك وهذه تبني بسهولة بعد ما ورشة عمل باللاعبين والمحليين وردنا المختربين اللاعبين الجيدين العمل الإداري أي عمل فني ما ينجح إذا ما عندك حمل إداري متجد من حلال نقلك من خلال البنى التحتية من خلال براياتك لتخذها التجريبية بهذا الموضوع فكلها عوامل إيجابية في دعم الفريق نحو الأمام نعم طيب سالستار إذا ما تحدثنا عن المباراة الأولى المباراة الأولى في الخامس من أيلول المقبل إن شاء الله في البصرة وبالتالي هناك فسحة زمنية مناسبة للبصرة للاستقبال هذا الحدث باعتبار أن هذه المباراة هي المباراة الأولى لتصفيات كأس العالم للمنتخب العراقي على أرضه وبالتالي الاستعداد لهذه المباراة يجب أن يكون على كل المستويات على كافة الأصعدة لكي يكون المنتخب حاضر وبقوة في هذه التصفيات كابتن محمد المباراة الأولى أعتقد أهم مباراة هي المباراة الأولى خاصة أنه ستلعب على أرضك فأعتقد أن القرأة خدمة المنتخب العراقي أن يلعب مباراة الأولى على أرض أولا بعدين ينتقل إلى الكويت ومن ثم يعود إلى أرض مع فلسطين ثلاث مباريات ربما في متناول يد إذا ما ركز الفريق العراقي بشكل سليم وخطط بتخطيط واضح ومدروس ويعني وسط الدعم اللامحدود من قبل الجماهير من قبل الإعلام يجب أن يكون هناك دعم كبير أن نتناسى كل شيء الآن نحن دخلنا في مهمة وطنية أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه مصير بلد حقيقة يعني لأن كرة القدم دائما هي توحد يعني الشعوب وبالتالي يعول على المباراة الأولى كثيرا ستكون هناك تحضيرات على مستوى عالي من كافة الجوانب الجوانب اللوجستية داخل الملعب قارج الملعب الجوانب الأمنية الإعلامية الجماهير تعبئة الجماهير هاي كلها ستكون أعتقد أنه حاضرة حتى أنه نكسب المباراة الأولى من المنتقب العماني ليس من المنتقب السهل خاصة أنه التقينا بالخليجي في المباراة الأولى والمباراة النهائية وأعتقد أنه كان فريق أحرج منتخبنا وقدم صورة مثالية وفريق ستار سيد كاساس بعد إعلان المجموعة سيد كاساس بعد إعلان المجموعة تحدث وقال بأن المجموعة متوازنة ونحن ذاهبون إلى تحقيق حلم العراقيين بالتواجد في مونديال كأس العالم عام 2026 وأثنى على الفرق الموجودة في التشكيل وقال بأن هذه التصفيات ليست سهلة على المنتخب العراقي هل تتفق مع سيد كاساس بأن هذه المباريات أيضا ليست سهلة للمنتخب العراقي وأن لعب في البصرة بالتأكيد يعني كاساس إنه دائما ما تصريحات تكون تصريحات ذكية وربما هناك تطميم بنفس الوقت يستدرك إذا تدخل مثل هكذا مباريات مثل هكذا نهائيات يجب عليك أن تكون متسلح من جميع الجوانب يعني أما نكون أو لا نكون الحقيقة وبالتالي يطمن الجمهور العراقي إننا إن شاء الله ذاهبون إلى كأس العالم وتحقيق حلم العراقين وبالتالي طمنت الجمهور فالشيء يعني أكيد أنه مهم جدا يعني لوأس بالعكس مثلا التصريحة كان بالعكس يعني راح يقول أنه من الصعوبة أنه لا الأمر يختلف وربما يشكل إحباط لدى الجمهور لكن هو يعرف أنه كيف يتعامل مع الجمهور كيف يدغدغ مشاعر الجمهور بنفس الوقت هو عدة ثقة كبيرة بلاعبين يعني حتى يعني وصوله إلى كأس العالم ليس بالسهل وإنما سيكون له سيفي محترم أنه مدرب لأول مرة درب منتخب وطني بالتالي أنه عبر إلى كأس العالم أعتقد هذا كذلك في جعبة الكابتن كاساس ويحسب لسيد كاساس إذا ما تأهل إن شاء الله إلى نهايات كأس العالم باعتبار أن هذا المدرب يقود لأول مرة منتخب على مستوى الوطني ويصل به إلى نهايات كأس العالم كابتن كريم إذا ما تحدثنا عن الجانب الإعلامي يعني بعد إعلان المجموعة ومعرفة المنتخبات التي يلعب معها المنتخب العراقي شهدنا الكثير من الحملات التي قد تكون حملات تستهدف المنتخب الوطني من خلال ملعب البصرة التسميات الأخرى ذهابا إلى ما جاء من تريند خلال هذه الفترة وهو قراجح ويدر يعني كل هذه الأمور قد تستغل سلبيا باتجاه أن يكون المنتخب الوطني واقع تحت ضغوط الإعلام وبالتالي قد تؤثر أيضا على مسيرة المباريات في البصرة والله بالأسف يعني هذا نفس أمام الفريق العراقي ومتوقع يعني طالما تنجح في عملك طالما أنت تتمشي بالطريق الصح أكيد أكون ناس كثير ما يعجب هذا العمل دائما يكون سلبين بالطرح دائما يكونوا متشائمين بوضع الفريق يعني ما فيديون مثلا رجل كسس عمل خطوة موافقة بالإجماع دائما للقناس معارضين هذا ربما هذا رح يكون ديانة بإيجابي ما يعرفون شوال النتيجة أنه أنت أمام تحدي أمام ردة ضدك فإن يجب أن تكون بمقدار ما يطرح موضوع القراج موضوع التقدير الشخصي هذا يمكن طرح غير منطقي أو طرح ما بي نوع من الثقافة الصحفية أو الثقافة المطلوبة في سبيل أنت تتهيئ نفسيا وبدنيا وإداريا لكتلك البطولة نعم يجب أن يكون جمهورنا بمستوى التحدي اللي إحنا بيعني كثير من جمهورنا واعي يعرف قيمة المتخب الوطني ودائما يكون متهيئ نفسيا وبدنيا ونت تتوقع في كرة القدم لو ربما في أرضك وما تقدم مستوى وربما تفقد نقاط نعم وتجد التصفيات طويلة وبعيدة المدى فيراد لك صبر يراد لك ثقة بالفريق يراد لك دائما دائما تكون دائما بالخسارة قبل الفوز حتى فريقك يبني على ثقة ويكون دائما فعال بهذا الموضوع نعم الفريق العراق الحمد لله الآن بنظرات أو برؤية الصحافة العربية والخليجية يقول لك العراق من ضمن الفرق المرشح لكأس العالم خلاص حتى يرشحهم بعض فرق لماذا هذا الضغط بالاتجاه السلبي لشكل ومضمون الكرة العراقية والمنتخب الوطني يعني الكل يرى بأن البصرة هي مفتاح التأهل البصرة صاحبة الضيافة العالية البصرة التي تقدم كل ما تملك من أجل إنجاح هذه المهمة لماذا هذه التسميات التي قد تؤثر حتى على قيمة الشعب العراقي وقيمة ثقافة العراق خلال هذه الفترة بالعكس هو شوف اللي يكتب الشيء يريد أن يحفز المنتخب الوطني يجعله أحيانا تكون أمام أصدقائك قبل أعدائك لأنه أنت من تجيك الهجمة من داخل بلدك يجب أن تكون بمقدار هذا التحدي بس لا تنسى كثير من الناس مؤيدين لربما ربع أو أقل الربع من هذه الناس اللي عدتها مبدأ دائماً خالف تعرف دائماً يكون سلبي أنت المنتخب يمشي بصح أنت ما طولك تعمل لا تكون عندك خطاء بأي عمل كان في المنتخب إذا خطأ في استقطاب لاعب أو معسكر أو ما قدم مستوى نتيجة سلبي هذه طبيعية جداً في كرة القدم أو كلاس ما تتحمل هذا الموضوع وما تتحمل النجاح نعم دائماً يكون نجاح بالمنتخب نجاح بالاتحاب هذا يغيظي هذا يخليه لأمام ضغط آخر وهناك أيضاً من يساهم في هذا الموضوع باستضافة من يعمل في الجانب السلبي ضد المنتخب الوطني مع لأسف يعني هذا يجب يكون توجه حكومي نعم بدعم المنتخب وبعض البران مع لأسف تكون سلبية حتى الضيوف يجيبوهم ينتقوهم في سبيل الانتقاص من المنتخب الوطني وأنا نعتبر خطأ خاصة في هذه الفترة يجب أن يكون للحكومة دور في سبيل خلي الفريق على السك الصح ودفع نحو الأمام نحو النجاحات إن شاء الله طيب أستاذ ستار إذا ما تحدثنا حول ما تناوله مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين بعد إعلان المجموعة التي يلعب معها المنتخب الوطني العراقي هذه الهجمة بتغيير فحوة أو قيمة البصرة باستضافة هذه المباريات كيف استقبلها الشارع البصري كيف تعامل معها ما هي ردود الأفعال لدى الشارع البصري حول هذا الموضوع وكيف يمكن أن نجابه ما يحدث من ضغط سلبي إعلامي على المنتخب الوطني كابتن محمد البصرة كبيرة كبيرة بكل شيء بناس كبيرة بعطاها كبيرة بكرمها أعتقد أعتقد هذا الكلام السوقي ما يسمى بالطش يريد أن يحصل على لايكات أكثر يعني مثل ما قال الكابتن كريم أنه خالف تعرف أعتقد هذا ما يأثر على البصرة البصرة معروفة يعني ليس من اليوم أو من وقت قريب أو من خليجي وإنما من أزمان يعني طويلة بالتالي من تأسيسها لحد الآن البصرة بمثقفيها بعلمائها بشعراها بأدباءها بكل شيء بفنانينها أكيد البصرة أعطت الكثير الكثير ليس على مستوى الرياضة إذا تحدثنا عن الرياضة يكفي أنه نجوم يعني الكرة البصرية هادي وعلى والجليل والرحيم كريم والمرحوم صبيح يعني القائمة تطول يعني يحتاج إلى ربما موسوعة كبيرة بالإضافة إلى الرياضات الأخرى فالبصرة معطاءة ما يأثر عليها فلان أو علان أحنا اليوم نتمنى نتمنى ستار يعني هل ترى بهذا الموضوع هو استهداف للبصرة بشكل مباشر باعتبار أنها سوف تكون بوابة المنتخب العراقي الذي الضفر بالنقاط وذهاب لنهائيات كيس العالم وبالتالي علينا استهداف هذه البدينات باعتبارها سوف تكون قلعة المنتخب الوطني العراقي من خلال ما جاء من تصريحات من خلال ما جاء من تسميات خلال اليومين السابقين والله ربما هاي أجندات حتى ربما تشترك بي يعني ما أمار أجزم أنه حتى ربما من الخارج يعني حتى ليس من داخل العراق الكثير أنه حز دول بصرة حتى على يعني المدينة الرياضية على الملعب عندما أنشي هذا الملعب يعني البعض استكثر على البصرة رغم أنه هي من أموال البصرة وجميع ما يبنى في المحافظات العراقية الأخرى يعني هي من البصرة لا أريد أن أكون يعني أتعنصر لمدينتي لكن هذه حقيقة كل تعرفها بالتالي بالتالي نحن شركاء في كل شيء يعني بالعكس عندما تأطي البصرة يعني بمعنى هو للعراق عندما تنجح البصرة نجاح العراق فهذه يعني اللي سوكون مثل هي أمور أعتقد هي محسوبة عليهم وليس على البصرة أو على الشعب العراقي أو على الجمهور أو العلام نتمنى مثل ما قال كابتن كريم أن يكونوا نتدخل حكومي الآن نحن يعني في قضية قضية مصير بلد قضية وطنية يجب أن تكون كل الأمور الآن في دولة أخرى كابتن محمد والله العظيم ليقاضون هؤلاء لكن في العراق هناك للأسف انفلات يجب أن تدخل هيئة الاتصالات نقابة الصحفيين الكل تدخل أي جهة معنية بالأمور أن تدخل وبالتالي يجب أن تكون التصريحات جميعا سواء تصريحات إعلامية قنوات فضائية مثل ما تحدث الكابتن كريم أنه حتى ضيوف البعض يعني يدس السم بالعسل وبالتالي ينتقص من المدرب ينتقص من المنتخب نعم ربما البعض يأشر مؤشرات تخدم المدرب وتخدم اللاعبين لكن البعض أنه ببغض وبخباته يطرحها وبالتالي حتى أنه في داخله شيء آخر أنا مارد أعكر بالفعل وبالتالي هذه الأمور سوف يكون لها تأثير كبير يجب أن نؤشر نعم لها تأثير كبير على مسيرة المنتخب الوطني في التصفير أكيد كاتم الحمد أنا أشكرك على هذا الطرح وإثارة مثل هكذا موضوع يعني بالتالي نتمنى من السيد رئيس حتى السيد رئيسي الوزراء المحترم وهو داعم لرياضة ولرياضين وللمنتخب الوطني بشكل خاص أن يكون هناك تدقل واتخاذ قرار جريء بهذا الاتجاه بالفعل ونحتاج في الفترة المقبلة أن يكون الجميع متعاون من أجل أن نرى المنتخب العراقي حاضرا في المونديال المقبل مشاهدين كرام نغلق ملف المنتخب الوطني ونفتح ملف المنتخب الأولمبي بعد أن أعلن السيد راضي شنيشل القائمة النهائية المستدعات لتمثيل العراق في أولمبيات باريس هذه القائمة التي يراها البعض قائمة إيجابية من خلال الأسماء المتواجدة فيها سوف نمر على هذه الأسماء من خلال هذا الفيديو يعني سيد راضي استدعى عدد من اللاعبين الذين يلعبون في المنتخب الوطني مثل حسين علي مثل مصطفى الأمين وبالتالي دعونا نمر على هذه الأسماء من خلال هذا الفيديو وسوف نتحدث كثيرا عن هذه القائمة التي سوف تحضر لتمثيل المنتخب العراقي في أولمبيات باريس عام الفين واربعة وعشرين إذن هذه هي القائمة البداية من حراسة المرمى حسين حسن وكوميذ سعدي وحسن عباس ذهابا إلى خط الدفاع التواجد فيه كرار سعد وزيد تحسين يوسف الإمام مصطفى سعدون أحمد مكنزي حسين عامر سعد ناطق وحسين علي خط الوسط كرار محمد إبراهيم بايش نهاد محمد علي جاسم يوسف الأمين منتظر عبد الأمير وبلند أزاد ومنتظر محمد وخط الهجوم أيمن حسين وحسين عبدالله لواندي ورضا فاضل إذن كابتن هذه هي تشكيلة المنتخب الأولمبي النهائية والرسمية التي سوف تشارك في أولمبيات باريس إذن ممرّينا على هذه التشكيلة كيف ينظر الفني المتخصص في كرة القدم للأسماء المتواجدة في هذه التشكيلة أولا هي تشوف مسؤولة المدرب يعني بالفعل الكابتن الراضي عنده رؤية على كل اللاعبين لذلك نبقى نحن نبدأ أراءنا رياضية بهذا الموضوع أنا أعتقد كخط دفاع أو كخط حراس مرمى نحسين من الحراس الجيدين يعني وده ليه شفناه في نادية أو ضمن المنتخب كان مستوى جيد بالفعل يعني يستحق ودولة أحيانا نشوف سالة محمد أحيانا هي مكافأة لهم إذا نقول ما طموحنا في الأولمبياد نترشح إلى الدور الآخر نعم وهذا المنطق بالفعل فتنروح بأدواتك التي رشحتك لهذا التصفير رغم صعوبة المجموعة رغم صعوبة المجموعة يعني منتخبات المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المغربي والمنتخب الأوكراني من المنتخبات الكبيرة وبالتالي حتى الأسماء التي سوف تستدعات ما فوق السنقانيين سوف يكون لها تأثير كبير مع المنتخبات في هذه الأولمبياد أكيد استقطاباتهم في أوروبا كل الثلاثة الأندية لعبيهم يلعبون بالدوريات الخمسة العالمية يستقطبون يستقطبون النجوم نعم فكخط دفاع أنا أعتقد منسجم قدم مستوى طيب كلاعبين عدهم روح الشباب يعني عدهم عدهم منسجام مع بعض يعني والدليل أنه زيد لعب فترة طويلة وكان مؤثر نعم رغم عدنا عتب عليهم أنه كانوا بالدوري ما كانوا بمستواهم اللي يقدموه بالتصفية نعم وبرأيي الشخصي أنه جوا من منافسة منافسة جدا عالية نعم من الجو نحو الأدنى بالمنافسة المحلية يعني الوضع ما قدروا يتأقلمون بسهولة بالرغم أنه أندياتهم جديدة يعني يعني مثلا باستثناء تحسين لعبيل آخرين مثل كرار ونهاد جوا للبيئة جديدة غير بيئة الكرخ يقدموا المستوى يعني جابه فأثرت بشكل أوياخ على مستوىهم بس راضي يعرف مستوىهم الحقيقي الكابتن راضي إذا كتمسك بيهم طيب مع كل المشاكل التي عانى منها السيد راضي شنية شن من خلال الأندية عدم إعطاء اللاعبين هذا الموضوع الذي أثرا كثيرا العلام لعب دور كثيرا على السيد راضي حتى الإعلام الذي كان دائما قد يكون اعتمد السيد راضي شنيةشل على أسماء لعبة للمنتخب الوطني ضمن السن القانوني يعني حسين علي يوسف الأمين ضمن السن القانوني وكانوا في المنتخب الوطني واعتمد عليهم أيضا في المنتخب الأولمبي والكثير تحدث عن سيد راضي كان لديه أسماء كبيرة من اللاعبين المحترفين في الخارج كان من الممكن أن تكون هناك أسماء جديدة مع المنتخب الأولمبي استقطعهم شون الشيء بسلبي يعني بالعكس هل يطيقوا للفريق ويطيق متانا ويطيق وروح للفريق الأخوان اللي يعبوا بالمنتخب الوطني مثل حسين أيمن بايش بعد من لعبوا بالمنتخب الوطني نوسف الأمين نوسف الأمين ذو القوة إضافية للمنتخب الأولمبي تراه بمحترك عالمي ليس بمحترك محلي أو آسيا أو عربي بحيث ممكن تجرب لعبين خلاص ما اشتغل الكابتر الرياضي شنية هذه الفترة كلها قبل التصويرات معسكرات ومثل ما قلت حضرتك عاني لأنه كل مشاركاتهم بأثناء مول فيو يدي بأثناء مشاركات الأندية فرقهم فكان يعاني عدم وجود معسكرات عدم وجود مباريات ومستوى عالي يستقطبهم وممكن ينشر أفكار معهم لأنه ما عد وقت لهذا الموضوع نعم ومع ذلك قلت لك يعني أنا مثل ما قلت حضرتك تشكيلة متوازنة ووضع جيد دائما الفرق العراقية من تكون في بطولة بها تجمع تكون جيدة دائما تكون جيدة وحماسها إذا صعد من براء إلى أخرى نعم والدليل بالتصويرات أو البراء خسر نعم كابتر راضي شفت الهجمة الإعلامية عليه خلاص بلعنا من البطولة وماشاء الله عليه قدر يعني كان يحارب الإعلام السلبي مع الفرق الأخرى وقدر ترشح الفريق هذا شيء طيب فاستقطاباتها لأيمن بالهجوم كنا فعلا نعاني في منطقة الهجوم بنهاية الهجمة نعم كذلك بايش من الروح العالية يملك حماس يملك طاقة ممكن يضيف بالإضافة على الجاسم يعني تأروف بناتهم والسجام نعم بالإضافة لا سعد سعد أنا نعتبره اللاعب جيد جيدة الكرة الطويلة العالية نعم ممكن يكون لعب مؤثر مع المنتخب الأولمبي طيب ساسة تار إذا ما تحدثنا عن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي يعني هذه هي القائمة التي سوف تذهب للمشاركة في أولمبيات باريس ضمن مجموعة المنتخب الوطني هناك منتخبات مثل المنتخب الأرجنتيني المنتخب المغربي والمنتخب الأوكراني وهذه المنتخبات استدعت أسماء كبيرة ضمن الأسماء المستدعات فوق السن القانوني كيف يرى الإعلام المشاركة في الأولمبيات ما مدى وصول المنتخب الأولمبي في هذه الأولمبيات مع تواجد هذه المنتخبات ومع الأسماء التي أعلن سيد راضش نيشي قبل أن نتكلم عن المجموعة والفرق التي يضمها لابد أنه نستذكر تاريخ مشاركاتنا في الأولمبيات أعتقد أنه تاريخ العراق تاريخ مشرف في جميع مشاركاته خاصة الجيل يمكن 2004 مع عدنان حمد يعني كان جيل ذهبي حقيقة وصل إلى المركز الرابع المنتخب العراقي يعد ما يكون يعني كلما أنه ترتقي الفرق وتكون بمستوى عالي هو يرتقي ويكون ند ومنافس حقيقة قوي الجمهور يجب أن يعني يعرف أمر يعني مهم جدا وهو أنه المنتخب الأولمبي 18 لاعب فقط يعني ربما الكابتن راضي شنيشي لديه بعض اللاعبين يتمنى أن يشركهم لكن هو أدرب بالأمر وأدرب بلاعبين وبأسلحته وبالتالي اختار التشكيل المناسب واللاعبين اللي ممكن أنه يخدمون فكرة ويخدمون يعني التشكيل اللي راح يلعب به بالتالي أنه سيواجه منتخبات شرسة منتخب الأرجنتيني منتخب أوكرانيا بالإضافة إلى منتخب المغربي يعني المنتخبات ليس بسهلة بالإضافة إلى هاي كابتن يعني راح يلعب مدارس متعددة يعني يلعب مدرسة اللاتينية يلعب المدرسة الأفريقية ويلعب المدرسة الأوروبية فأعتقد يجب أن يكون هناك يعني نترك للمدرب الخيار نعم هناك أسماء ربما لامعة على المستوى لكن هو كذلك خياراته بالنسبة لللاعبين فوق السن القانوني أعتقد خيارات جيدة ويعني فيها مصلحة للمنتخب العراقي اللاعب أي منح دعنا نذهب إلى الأسماء التي استدعاها سيد راضي شنيشل فوق السن القانوني يعني استدعى سيد راضي شنيشل ثلاثة أسماء ضمن السن ما فوق السن القانوني للمشاركة في الأولمبياد بداية من خط الدفاع وكان سعد ناطق هو خيار سيد راضي شنيشل في هذا الخط ذهبا إلى خط المنتصف وكان لإبراهيم بايش وخط الهجوم وكان لأيمن أحسين وبالتالي هذه هي خيارات السيد راضي شنيشل لتدعيم المنتخب الأولمبي في هذه المشاركة هل ترى بأن هذه الأسماء فعلا قد تكون ساندة للأسماء المتواجدة في تشكيلة المنتخب الوطني أم هناك أسماء قد تكون أفضل من الأسماء التي استدعاها السيد راضي شنيشل كل واحد إلى رأيي كابتن ربما هناك أسماء أفضل لكن أنا شخصيا أرى أنه كابتن راضي شنيشل خياراته صحيحة وكذلك أنه اختار لكل مركز لاعب شوف أنه لخط الدفاع اختار سعد وهو لاعب كبير بالتالي هو داعم ويعزز خط الدفاع بالمنتصف إبراهيم بايش كذلك سيكون قوة لخط الوسط بالإضافة إلى أي من احسن لاعب كبير ومهاجم ولاعب منتخب وطني وبالتالي أنه هؤلاء اللاعبين سيكونون إضافة حقيقية للمنتخب الأولمبي وإن شاء الله سيسهمون بتقديم صورة مشرفة للكرة العراقية في أولمبياد باريس لاعبين كذلك يعني اللاعبين الآخرين هم لعبوا للمنتخبات الوطنية بالسن القانوني بالنسبة لعلي جاسم وزيد وغيرهم من اللاعبين فأعتقد الانسجام موجود يعني موجود يعني أكثر من نصف اللاعبين هم لعبوا معا في المنتخب الوطني وسيكون هناك تويفة جيدة وانسجام كبير ما بين اللاعبين بالتالي بتحقيق الهدف ربما مثل ما تفضل كابتن كريم صدام يعني بالغلاء إلى الدور الثاني للأولمبياد أعتقد هو هذا فإنجاز يعتبر في ظل المجموعة القوية والمتخبات القوية التي سنلعب ونتبار معها في باريس بالإضافة لكي نذكر نقطة مهمة أنه الجمهوري العراقي سيكون حاضر بقوة في باريس الآن العراقيين ما شاء الله في أوروبا متواجدين والتنقل من وبالتالي قد يكون دعم الجماهير حاضر بقوة مع المنتخب الأولمبي بالتأكيد وهذه نقطة أعتقد إيجابية للمنتخب يجب علينا أن ندعم الكابتن راضي شنيشيل يعني مدرب وطني ويمتلك فكر تدريبي عالي ونتمنى لكل الخير لكن يجب أن نكون دائما يعني داعمين لمنتخبنا ليس لشخص معين وإنما لإسم البلد إسم العراق العظيم نعم طيب كابتن كريم إذا ما تحدثنا عن كيفية اختيار اللاعبين السيد راضي شنيشيل تعامل قد يكون بشكل ذكي جدا مع الأسماء التي استدعاها في السن القانون يعني إذا ما تحدثنا عن حسين علي ومصطفى الأمين قد يكون المنتخب الوطني في الفترة الماضية أفضل ما قدم من خلال اللاعبين وأسماء اللاعبين تواجد مصطفى العمين وأحسين علي وبالتالي اختيار السيد راضي شنيشيل لهذه الأسماء كان دقيقا خلال هذه الفترة فعلا يعني حسين قدم مستوى رائع جدا خصنا البلد الأخيرة تسجل هدف من أهداف رائع جدا نحن يعني فترة الأخيرة ما أخف يكسر ما عدنا لعبين شويتة من مناطق الجزاء البعيدة يعني ما شفنا أهداف مميزة ضمن المتخل البطني هذا عدى ميزة جدا رائع دائما نشارك بالهجمات المرتدة وبدي تصرف تصرف فردي رائع جدا مثل ما قلت مع الأمين هو دائما يتون ثنائي يعني شوف أكون انسجام ثنائي شون كانت عندنا بالسابق فلاه وعلي كاظم أو حسين سعيد مع أحمد راض الله يرحمه فدائما أكون انسجام الفردي ينعكس إيجابا عن مجموعة بهذا الموضوع أضافة اللاعب حسين يطيع قوة دفاعية للفريق العراقي بايش من اللاعبين رائعين جدا عنده حماس عنده روح القيادة يعني دائما بالقوة الجوية تشوفه هو القائد دائما هو المؤثر بالفريق يطروحي للفريق علاقة راضي الأبوية معاه جيدة جدا بحيث ها رح يكون إيجابي هالموضوع بالأضافة لأي من اللاعب الأول الآن بالعراق هداف الدوري يعني يمر بفترة إيجابية كبيرة بالضبط الفريق الأولمبي شفنا يعاني من منطقة الهجوم دائما ما عنده حسب يعني حتى بعد ما أصابت لاوندي كان لاعب جيد ما قد مصرت فرصة يشارك بعد ما تترك فترة فوجود أيمن في مناطق المؤثرة شفنا نحن بآسيا كان لاعب مؤثر جدا ومثل ما قلت حضرتك الآن في فترة التوهج يجب أن استثمر هذا التوهج في سبيل أنه تأثر على منتخبنا الوطني كل واضح وبالتالي هناك خمس أسماء حاضرة مع المنتخب الوطني وحاضرة مع الأولمبي علي جاسم مصطفى الأمين حسين علي باهيم بايش وأيمن هذه الأسماء مؤثرة ضمن تشكيلة المنتخب الوطني وأيضا ضمن المنتخب الأولمبي إضافة إلى بقية الأسماء التي شاركت مع المنتخب الوطني زي التحسين عمرا يسمح يعني ذول إضافة إضافة المنتخب لاعب متخب وطني فقلت لك شوف الانسجام إيجابي على الفريق بس تبقى الموراة الأولى هي المفتاح نعم مهمة جدا كالمنتخب الوطني يعني من تفوز باللقاط الأولى كانت عندنا مشاركة في أولوبيات لاوس أنجلوس نعم كان فريقنا جيد ونافسنا الفرق الأخرى بس كانت مشكلتنا أنه البرات الأولى ما كنا نحقق نتيجة إيجابية كان عندنا مع الكاميرون يمكن أن تذكر كان يعني واحد صفر أثرت بشكل كبير على نفسية الفريق يعني هكذا بطولة وتجمع وبالتالي المباراة الأولى لها تعثيف بالضبط فأقلت لك إذا أحقق نتيجة إيجابية أتوقع الفريق رح يمضي مسافات بعية ويترشح للدور الثاني إذن كل التوفيق للمنتخب الأولمبي في مشواره في أولمبيات باريس رغم صعوبة المجموعة ورغم صعوبة ما مر به سيد راضي شنيش خلال الفترة الماضية إذن دعوني أشكر الكابتن كريم صدام شكرا جزيلا الكابتن لتواجد معنا في حلقة هذا اليوم شكرا إلى كتاحيات الأخ ستار وشكر موصول إلى الزميل الصحفي والإعلامي الرياضي من البصرة ستار منصوري شكرا ستار إذا كنت تسمعني شكرا جزيلا إليك ولكابتن الكبير كريم فردام ولمشاهديكم الكرام شكرا جزيلا إذن مشاهديك كرام علينا أن نكون عراقيين بامتياز من خلال دعم المنتخب الوطني العراقي دعونا نترك كل الجوانب السلبية كل المؤثرات السلبية التي من الممكن أن تؤثر حول هذه المشاركة المباراة الأولى هي مفتاح التواجد في كأس العالم إذا ما حققنا التوازن في عملية تجييع المنتخب في عملية إعطاء المنتخب كل ما يحتاج من دعم من توفير كل المستزمات سوف نشاهد منتخبا قويا قادرا على المنافسة والوصول إلى نهائيات كأس العالم علينا أن ندعم السيد راضي شنيشل خلال مشوارة في أولمبياد باريس هذه المشاركة المهمة للكرة العراقية رغم صعوبة المجموعة ورغم صعوبة الأسماء المتواجدة في هذه المجموعة إذن كرة العراقية على موعد مع أهم حدثين من خلال هذه الفترة وهي تصفيات كأس العالم والمشاركة الأولمبية كل التوفيق للمنتخب الوطني العراقي والمنتخب الأولمبي من خلال التواجد في الأولمبيات وفي تصفيات كأس العالم إذن مشاهدين كرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة وأدومتم في رعاية الله وإمنه اشتركوا في القناة